لليوم الخامس على التوالي تستمر معركة الأمعاء الخاوية التي بدأها المعتقلون والمخفيون قصرا في السجن التابع للقوات الإماراتية في منطقة بئر أحمد شرق عدن بدأ أكثر من مئة معتقل بالإضراب عن الطعام للمطالبة بأحالتهم للقضاء أو إطلاق سراحهم بعد مرور أكثر من عامين على اعتقال العديد منهم بينهم عدد من أفراد المقاومة الشعبية رابطة أمهات المختطفين والمخفين قصرا في عدن نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم محملة القوات الإماراتية والفصائل المسلحة المسؤولية عن تدهل الأوضاع الصحية للمختطفين ومنع الإفراج عنهم منذ أكثر من عشرين شهرا والوقفات الاحتجاجية لأمهات المختطفين في عدن لم تتوقف بالرغم من محاولة القمع والاعتداء عليهم وعدم التفاف العالم لأصواتهن المرتفعة في الوقت الذي سكتت فيه أصوات بقية المنظمات الحقوقية مطالبنا ومطالب كل الأمهات والآباء والزوجات والأخوات أولا وآخرا نطلب التحقيق الفوري لمعتقلين هذه المرة كان الأمر يقينيا وغير قابلا للتشكيك مع نشر الرابطة كشفا لأسماء المعتقلين في سجن بير أحمد ينتمون لمحافظات عدن ولحج وأبيا وتعز مع شهادات تفيد تعرض العديد منهم للتعذيب داخل السجن ملف السجون والمعتقلات السرية الذي طالما أنكرت القوات الإماراتية منذ أن نشرت منظمة هيمون رايت ووتش تقريرا عن وجود أكثر من 22 معتقلا تابعا للإمارات في عدد من المحافظات الجنوبية أصبح اليوم واضحا للعيان ولا يمكن إنكاره تقف الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمنظمات الإنسانية أمام اختبار إخلاقيا حقيقيا لإنهاء معاناة آلاف المعتقلين خارج القانون والانتصار لحقوق الإنسان وفتح تحقيق دولي في كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من كافة الأطراف الصور القادمة من عدن تفيد بفقدان عدد من المضربين عن الطعام للوعي ونقلهم للمستشفى وسط مخاوف الأهالي من تدهر حالتهم الصحية ونقلهم لمعتقلات سرية أخرى الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأمهات تزامنت مع زيارة وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاث الطارئة مارك لوكاك فهل ستصل أصوات المعتقلين وأسرهم لمسامع المبعوث الأممين أم سيتم تجاهل تلك الأصوات وتلك عادة لن تكون جديدة